السلام عليكم اليوم قمت بتجربة التصوير بواسطة دي جي آي أوزمو فور كما تشاهدون هذه هي خاصة تتبع الوجش طبعا العصر تتحرك من نفسها أي مكان تتحرك يتحرك معي طبعا هذا التصوير الآن داخل الآن سوف أخريكم التصوير بالخارج تصوير في كل الأماكن سواء كانت أماكن مستوية أو أماكن ترابية أو حتى في الدرج سوف أخريكم اليوم التصوير كامل تابعوني طبعا بدأت التحدي هنا في الأرض الترابية هذه كما تشاهدون كما تشاهدون التصوير فيها جدا جدا رائع وجدا شيق لأنها الأرض تباين كأنها تنسحب سحب من تحتنا المقطع الأول هذا هو الكاميرا في الأرض أما هذا وأنا واقف الكاميرا في يدي وأنا أمشي كما تشاهدون ما يبين أني أمشي نهائيا كأني أصور وأنا واقف في مكاني ما في أثر للاهتزاز نهائيا هذه طبعا أرض ترابية كما تشاهدون التصوير جدا 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 متميز وثابت أيضا ما فيها أي حركة كما تشاهدون إذا ضغطنا على زر إقاف الحركة ما يتحرك نهائيا طبعا هو يتحرك يمين وشمال عندما أرفع إلي من زر تثبيت الحركة التصوير الثالث كما تشاهدون هو بواسطة كاميرا السيلفي الأمامية طبعا هذا وأنا أتحرك هذه طبعا كاميرا السيلفي في الكاميرا العالية مش في البرنامج في التطبيق لأنه التطبيق فيه خاصية تتبع الوجه أنا قمت بتشغيلها في الاختبار الأخير الذي هو المشي في الدرجة الذي هو أصعب اختبار كما تشاهدون الآن أمشي ما في أي حركة ما في أي اهتزاز أنا أتحرك والكاميرا ما أتحرك هذا كما تشاهدون التصوير السيلفي بالكاميرا الأمامية طبعا أستطيع أعرض الجوال وأستطيع أخليه بالوقوف زي كذا بالطول أو بالعرض كما تشاهدون هذا كله تصوير سيلفي بعد كذا كما تشاهدون عندي التصوير المسرع هذا كما تشاهدون أنا قمت بتسريع الفيديو علشان يظهر التأثير بشكل مزبوط كما تشاهدون هذا الفيديو مسرع طبعا الكاميرا هذا بالطول استطيع استخدامها بالعرض او بالطول على حسب ما اريد كما تشاهدون هذا مسرع بعد ذلك انتقل الى اللحظة الاخيرة هذه اللي كما تشاهدون قبل الاخيرة هذه اللي قبل الدرج هذه فوق السفلت كما تشاهدون فوق السفلت وتصوير عرضي يعني انا واقف ونزلت الجوال لتحت واقوم بالتصوير كما تشاهدون يعني فيه اهتزاز بس شي بسيط جدا لانه انا كنت ماشي وفوق السفلت وكمان الجوال في الارض التحدي الاخير الذي هو الاصعب هذا كما تشاهدون كان في الدرج كما تشاهدون التصوير ثابت هذا طبعا استخدمت برنامج اللي هو العزمه DJI Mom كما تشاهدون هذا في الدرج هو اصعب تحدي لاني لازم اكون مركز مع الجوال واطلع الدرج طبعا هذا باستخدام البرنامج برنامج ال DJI كما تشاهدون لانهم يركز على الوجه والكاميرا تتحرك مع الوجه يعني اذا حركت وجه يمين يسار تتحرك معي بس الثبات كما تشاهدون ثابت جدا قمت بتطلوع الدرج والنزول دورين ثلاثة دور نفس الشيء ما في اي اهتزاز ولا يبين اذا قمت بتنزول والطلوع بدون ما استخدم عصرات الوجه هذي بيكون هنا رقص هندي كما تشاهدون الان هذا هو الطلوع النزول طبعا نفس الشيء الان سوف ارجع للنزول كما تشاهدون النزول برضو ثابت جدا ولا يوجد فيه اي اهتزاز ولا اي حركة طبعا استخدام اللزمه هذي يحتاج لها تمرين لانه اول مرة بتكون علينا صعبة لانه ما احنا متعودين عليها لكن في الاخير اذا قمنا بالاحتراف فيها بيكون التصوير فيها سهل جدا لازم نركز عليها لانه بعض الناس يستخدمها مرة مرتين ويطفش منها ويبيعها ليش لانه ما عرف يستخدمها لكن يستخدمها جدا جدا ممتاز هذه هي تجربة التصوير بعصات السلف اليوم اذا عجبكم الفيديو ارجو الى اعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة معكم فازل وصابي وإلى اللقاء اشتركوا في القناة